كان يجب أن يحظى عبد الباري ذو الحادية عشر من عمره ببعض المرح مع أقران لكنه حرم من هذه الفرصة أجبره المرض على العيش بين أربعة جدران إلى جوار إخوته وأبنى عمي هنا في مدينة الحوضة بمديرية ميفعة بشبوه حيث تحل هذه الكارثة أيضا بأصيل وفيصل والطفلة عدناء وهم ضحايا لمرض سرطان القلد نناشد الجهات المعنية ممثلة بوزير الصحة ومكتب الصحة بالمحافظة ومكتب الصحة بالمديرية وكل أهل الخير الجمعيات الخيرية والجمعيات الدولية ليس معقول أن نترك الأطفال هكذا نتفرج لهم يموتون والله العظيم أن تنظر لأمهاتهم أن يكون دم على أطفالهم تتراوح عمار المصابين ما بين سن الطفولة إلى الثامنة عشر وعلى الرقم من آثار المرض التي حرصنا على عدم عرضها إلا أن أهاليهم يتعاملوا معهم بشكل طبيعي ويتحدث الأهالي هنا بأن المرض يبدأ في مراحله الأولى بطفح في القلد ثم يتطور إلى مراحل خطيرة تؤدي إلى الوفاة بعد أن يتحل القسم المصاب كاملا يعني بدأ الحال عنده من شهر السادس بدأ البقعة تطلع فيه سوداء في وجهه وفي قسمه كامل من شر والآن في السن الثالثة الآن حقيقة نحن حاولنا إيصال رسالة إعلامية إلى كل الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني بأن هناك حالات مرضية مصابة بسرطان الجلد قد ظهرت في مدينة الحوطة في منطقة الحسوة بالتحديد وهذه رسالة قد سبق تكرارها أكثر من مرة وعطينا مناشدات ونداءات استغاثة لأكثر من مرة ورفعنا تقارير حتى لدرجة أننا حاولنا إيصالها إلى مركز الملك سلمان للأسف الشديد أنه لم يتجاوب في ساعتها في تقارير مرضية تبين على أن المرض وراثي إذا كان المرض وراثي لابد من وجود هناك أدوية أو على الأقل الحج من انتشار المرض في الجينات أو في الأجنة المتتالية المواليد المتلاحقة أما أن يبقى الحال على ما هو عليه هذا سينذر بكارثة إنسانية كبيرة اليوم وبعد انتفاقمة المأساة لم يعد بوسع هؤلاء الناس البصدة منعها وهم يشاهدون المرض يفتكوا بأجساد أطفالهم أمام عينهم الأمر الذي يتطلب من القاة المعنية التدخل العاقل لاستأصال المرض أو في أفضل الأحوال الحدي من انتشاره تتوالى المناشدات لإنقاذ أرواح أهالي هذه البلدة التي يفتك بها هذا المرض الخضير وهي رسالة لكل من يهمه الأمر فهل من مقيب إبراهيم حيدرة قناة بلقيس من مدينة الحوض الشبو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر